الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أعلن ثلاثاء أنه تم خرق أحد مواقعه الإلكترونية من قبل قراصنا دون التأثير على أعمال المصرف تصريح الاحتياطي جاء إثر الدعاءات بأن أشخاص مرتبطين بمجموعة أنانيمس للقرصن اخترقوا الموقع الأحد الماضي للدخول إلى معلومات شخصية لنحو أربعة آلاف رئيس تنفيذي أمريكي الاحتياطي رفض إعلان اسم الموقع المقرصن شكرا